سلام الله عليكم مباشر 24 أهلا بكم في تصعيد لم يكن في الحسبان كشفت روسيا عن محاولة استهداف لحياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قامت بها مسيارات أوكرانية عبر استهداف مقر الرئاسة الروسية الكريملين للمرة الأولى منذ بداية المواجهات العسكرية في فبراير قبل الماضي فكيف تم إنقاذ الرئيس الروسي اتهمت موسكو السلطات الأوكرانية بمحاولة استهداف حياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر طائرات مسيرة استهدفت الكريملين مساء أمس وكشفت السلطات الروسية بأن الجيش على الفور بدأ إجراءاته بمساعدة الخدمات الخاصة لحماية الرئيس عن طريق أنظمة مواجهة الرادار إلى أن تم إيقاف المركبات عن العمل لافتا إلى أن المسيرات سقطت وتناثرت شظاياها دون ضحايا أو أدرار مادية وأكدت موسكو أن عملية استهداف الرئيس الروسي فاشلت وأن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتعرض لأي إصابات في الاستهداف الأوكراني حتى أن جدول أعماله لم يتغير وسيبقى كالمعتاد وأنه لم يكن أصلا في مبنى الرئاسة وقت الاستهداف ونشر الكريملين صورا لرئيس الروسي وهو يمارس عمله بمقر إقامته في منطقة نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو كما أعلنت موسكو أنها تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة على استهداف الرئاسة الروسية ومحاولة استهداف حياة الرئيس الروسي في الوقت الذي تراه مناسبا وبعد استهداف مقر الرئاسة الروسية وضعت روسيا قيودا على عمل الطائرات المسيرة ومنعت عملها في سماء العاصمة موسكو وفي أول تعليق لها أكدت الرئاسة الأوكرانية أن كييف ليس لديها أي علاقة باستهداف الكريملين مؤكدة أن موسكو تخلق ذريعة من أجل بدء عملياتها العسكرية الواسعة على أوكرانيا وشددت على أن روسيا قد تكون بصدد الإعداد لاستهداف واسع على أوكرانيا بسبب تلك المزاعم وكانت تقارير صحفية قد رصدت محاولة استهداف للرئيس الروسي في ستمبر الماضي عبر استهداف موكبه حيث تعرضت سيارة بوتن الخاصة لاستهداف مباشر وحدثت المحاولة عندما كان الرئيس الروسي عائدا إلى مقر إقامته الرسمي في موكب سري يتألف من خمس مركبات كان الرئيس في الثالثة واعترض موكبه سيارة إسعاف لكن قائد سيارة الرئيس الروسي غير مسارها على الفور وتم سماع أصوات فرقعة ضخمة تبعه دخان كثيف ومنذ سنوات طويلة تدور شائعة حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وأن الرئيس بوتن الحقيقي قد رحل عن الحياة منذ زمن طويل وحلى مكانه شبيه له ويدعم مطلق هذه الفرضيات ذلك بأن الرئيس الروسي وجهه لم يتأثر ولم تظهر عليه أي علامات مرور السنين وكذلك إلمامه المحدود بالألمانية على الرغم من عمله لسنوات طويلة في ألمانيا الشرقية عندما كان عميل للاستخبارات السوفيتية وكشف بوتن للصحافة في عام 2020 عن وجود خطة سرية بموجبها يتم تكليف دوبلير يشبهه بأن يحل مكانه خلال أي أحداث قد تحمل نوعا من المخاطر العالية لكنه رفض وجود دوبلير له فهل يتم تفعيل الخطة السرية التي كان كشف عنها بوتن ورفض تنفيذها بعد أن أصبحت حياته على المحك بعد أن كانت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق مكتبه في الكريملين نهاية المباشر في أمان الله